تحضر الطفلة الصغيرة ميس موسى منذ أن كانت في الخامسة من العمر مع والدها لتعلم رياضة الفروسية وها هي اليوم ضمن صغار الخيالة في صنعاء الذين اكتسبوا خبرة على مدى أعوام لكيفية التعامل مع الخيل وترويضه والسير عليه أنا كل يوم أحب الخيل وأحب التربيض وكل يوم أنا تدرب معه بهدوء ويعني ما صيحش فوقه ولا هكذا يعني درست ودربت وعمري أنا أعتقد أربع أو خمس بدأت وأدنى صغيرة كنت هرب من المدرسة ورح لعند الخيول واستمرت الحمد لله بفضل الله توفقت بين الخيول اللهم لك الحمد يعني التوفيق أظيم والخيل أي إنسان يمشي فيه ما يخسرش أبدا الخيل ورز بركة الآن أصبح أكثر الأمراض تتعالق من الخيل اللي مقاه ضمور اللي مقاه حالة نفسية يقالق الخيل اللي مقاه اكتئاب وتوحد يعني الله ما أقسم بحاجة لو هو أدرابه الله أقسم بالخيل يعني قسم أظيم وتتميز الخيول اليمنية بأنها من أجمل المخلوقات وأكثرها تحملا وذكاء ولكل خيل هنا اسم ينادى به مثل المياسة والليث والذهب وقد ارتبط اليمنيون بالخيول منذ القدم ولا تزال علاقتهم بها وطيدة حتى الآن يسودها الألفة والتفاهم فالخيول ذكية وحساسة للغاية لما يكنه لها الخيال من محبة وثقة الخيل هو أحب حاجة ألويها الأرض الخيل إذا دخلت في ألم الخيل يعني ما تتحب ولا حاجة في الدنيا تكون تشوف الخيل أحسن من أبنائك أحسن من أبوك أحسن من أمك أشكال الخيل لا ينتهي ولا يموت أكيد يفهمنا أي خيل حتى يكون آده جديد أدخل بينه وبين حب مجرد يوم أو ثنين ونبدأ في الأشك يعني بينه وبين أي خيل يكون ما كان وطه لو يكون ما كان صلابته في يومين ثلاثة الخيل يحس إذا أنت تحبه من قلبك الخيل على مسافة أربعة أمتار يحس بك أنك خائف منه أنك شجاء أنك تحبه أنك حاجة أنك ما تكتكره لرياضة الفروسية فوائد كثيرة فهي تقوي الأبدان وكما قيل أيضا بأنها تعالج الكثير من الأمراض الصحية والنفسية لما يكتسبه الخيال من مهارة وقوة في الشخصية ومتعة كبيرة عند ممارستها والقفز عليها ويتم إعداد الكثير من الخيالة هنا للمشاركة في المنافسات المحلية والخارجية ترجمة نانسي قنقر